من بديهيات السياسة ونواميس الحكومات في دول العالم الثالث تكون الانتخابات محطاً لأمال الشعوب وحجر الزاوية للتغيير المنشود أما في العراق الجديد الذي قيل أنه سيكون نموذجاً لتطبيق الديمقراطية في المنطقة يختلف الوضع إلى حد كبير متجاوزاً مثالية النموذج إلى حالة سياسية فريدة الشكل والمضمون النسخة الرابعة لانتخابات العراق الجديد المفترض أنها تغير الحالة والوجوه كما أشيع عنها أو أريد للعراقيين أن يصدقوا أنها كذلك لكن شواهد وتجارب تثير تساؤلاً عن مصداقية استحقاقها لهذه الموجة المهولة من الترويج فالعارفون بالمشهد السياسي في البلاد يقولون أن انتخابات أيار القادم لن تحدث تغييراً يذكر وقولهم هذا يقوم على حجتين الأولى إن حكام اليوم هم ذاتهم المرشحون لمناصب الغد والتجارب السابقة خير شاهد ودليل أما الحجة الثانية فقد ناقشت الانتخابات من طريقة فنية بحتة فقانون سانت ليغو المعتمد في الانتخابات مصمم للكتل الكبيرة فقط ولا يعطي الكتل الصغيرة أي دور يذكر إذ يعتمد على محصلة القوائم الكبيرة ككل بغض النظر عن الأصوات المعطاة للمرشحين كأفراد وبمنطق الاستفراد عدل قانون سانت ليغو في العراق بما يسمح للكتل الكبيرة بتقاسم مقاعد البرلمان وإنهاء أي أمل للكتل الصغيرة إذ تغير القاسم الانتخابي الأول في القانون من 1 إلى 1.7 وهذا يعني خروج الكتل الصغيرة من السباق الانتخابي أصلا فطريقة سانت ليغو التي يعدها الخبراء غير عادلة البتة لاعتمادها منطق الكتلة والرمزية والإمكانات الكبيرة والمال لا كبقية القوانين التي تعطي فرصة للمنافسة الفردية بعيدا عن الصطوة والنفوذ وبين ترويج حكومي وعزوف شعبي يثار تساؤل واحد ملح عن موجبات الذهاب وإلقاء أوراق في صناديق هي بحسب لغة الأرقام والتجارب محسومة سلفا